اشتركوا في القناة وفي مسلسل ناجعة الله مع النجم عاد الإمام رحبوا معي بالمطرب نضال سلطان وكل سنة وانت طيب كل سنة وانتو طيبين نضال فد عايز اقول طبعا كل عام وكل الشعب والشعوب الانسانية في العالم بخير وانا مقصود اني النهاردة انا معكم نضال احنا مستين اكتر ان انت معنا وفي البداية ريم قالت ان انت مطرب ايه اللي رشحت للدور في مسلسل ناجعة طالله وازاي وقفت قدام فنان كبير زي الفنان عاد الإمام وده اول دور ليك في التمثيل والله هي صدفة يعني هي صدفة دائما انا كان عندي حفلة بغني فيها وكان مدير انتاج المسلسل استاذ محمد زعزع طبعا موجود هو صديق شخصي وعرض علي الموضوع بطريقة انه انت ايه فاضي تعمل معنا كده حلقتين تلاتة في مسلسل طالله كفاية انه يعني اطلع افا كده ورا الكاميرا علشان ده زعيم ايه طبعا فدي حاجة كانت جميلة بالنسبة لي يعني هو دور قصير كتير وليل بس بس انا حسيت انه تجربة حلوة ايه تجربة يعني اكنت عامل قابليها سينما دور الملك حسين في جمال عبد الناصر انور القوادري يعني قابليها فيه كم حاجة كده سينما بس ورا الكاميرا بس الدراما بقى ورامي امام رامي يعني الناس المعجبين بي جدا من بداياته يعني فكانت فرصة حلوة اتا عمدت شخصية رئيس الموساد وطبعا احنا كشعوب عربية دايما عندنا حاجز نفسي ما بيننا وما بين طبعا اسرائيل وما بين اليهود ان انت تعمل شخصية زيدي وشخصية انت اكيد مش متعاطف معها كانت صعبة هو انا يعني عايز اقولك عموما في التمثيل مش النتيجة دائما لو بصينا على نتائج هي المهمة في الموضوع مش مشكلة مين ده وجنسيته ايه وبيعمل ايه وهو ليه طب ما في عندك واحد تلاقيه عربي ومسلم ومتدين وبيقتل فده مش مش الفرق بانك انت توصل للشخصية مكنون مفهوم الموساد ايه هو اللي هو السيستم السيستم آلة تحول هذا الانسان لآلة فابتده يتعامل على اساس انه هو روبوت ما عندوش اي مشاعر ولا احسيس ولا اي حاجة يعني هو بتعامل مع سيستم ممكن يكون بره هذا السيستم يكون انسان لطيف يعني انسان مش بس بس بيضل في عنا من جوة اللي هو نو ناس دي سلبوا مننا شريان من داخلنا يعني فعلا ندال احنا دلوتي في العيد وبصراح احنا عايزين نفرح بقى شوية ونفرح السادة المشاهدين فممكن بقى تسمعنا عيد الوقت سمعكو مش عارف العيد بيغنولو ايه يعني غريبا بيغنولو العيد فرحة بس انا مش عارفة انت هايستغللن ايه لا نقول اي اغنية يعني انا جاي على بالي كده نقول حاجة اللي نضال سلطان اغنية اسمها ايام يعني كده اللي هو انا بنا ديك وبقى على صوت لياليك وحشتني موت الناس سألتني مالي بحكت وانا بموت طب اقول يا حبيبي ايه الشوق دوابني فيك معقول اللي بقى اللي بيننا الناس تحكي يا علي عيني طولي اللي صار انا انا تبعث لك سلام امنتك حبيب قلبي امانة ارجع لي اوام اللي عيني دال صوتك حلو جدا طبعا انا دال زي ما احنا قلنا في المقدمات ان انت سوري طبعا احنا من خلال برمالينا عايزين نقول لكل شعب سوري كل ساعة انتوا طيبين وان شاء الله يبقى فيه نص قريب طقوسك بتبقى عاملة ازاي او طقوس العيد بتبقى عاملة ازاي في سوريا على ما اذكر زمان قبل ما تحصل الكوارث اللي انا برأيه انه لازم تحصل لانه دائما ارادة ربنا فوق كل اعتبارات فكرة العيد دائما تبقى متغيرة حسب الاحداث اللي بتحصل في الواقع زمان طبعا كانت فيه طقوس جميلة جدا طبعا فيه الدبح لازم نصح الصبح بدري قوي نلاقي قدام البيت عندنا احنا البيوت مش نظام عمير وكان كل واحد في الدار طبعا فالدبح وانا دائما كنت احب الكبدة دي تطلع كده وهي لسه مروحة تتغسل وتتاكل زي ما هي كده حاجة عبقرية عرش الناس تتباتي هتقولك ايه ده لا بس فيه ناس كتب فيه ناس بتحبها قبل تاني يعني الليلة العيد كان مفروض خلاص الصباح نصحة نبقى شايلين الهدوم جبنا واحنا نايمين عشان اول ما نصحة قبل ما نخش الحمام وبالمناعمل اي حاجة نيلبس هدوم لأيدك ايه طبعا اللاف على كل الجران وكل الأقار عدية لا عشان العدية والعدية فيه ناس يبقى حاطين عندنا فيه ترابيزة كده بتبقى كبيرة في المضافي او المكان اللي هو بتاع الاستقبال موجود عليها جميع انواع الحلويات والمكسرات والحاجات فالواحد بيخش بيشرب فنجان القهوة المرة بيعيد كل عام وانتوا بقى الفقير ان شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والسلامة بينقل بياخذ النقل ده وبيمشي بيعدي على بيت تاني تلاقيه طبعا هو مروح البيت معا معا كتير بس لانتكوش فتة؟ يعني احنا عنا رأى في مصر طبعا فتة واللحمة ده الفطار بتاعنا الفتة بنعمل بالعيد المنسف اللي هو منسف اللحمة ده هو شبه الفتة بالضبط بس مفوش عيش بيبقى رز واللحمة السوس بتاع اللحمة وبتاع الرز وطبعا الأقارب كلهم لازم يجتمعوا الأصدقاء تلاقي الجيران تلاقي حد معدي في الشارع ما تعرفيوش انت كالعام انتوا بخير تفضل لازم يخش يشرب الأهل ده هتقوص جميلة جدا وبتقرب الناس من بعد فعلا في فترة العيد طيب ندال احنا دلوقتي تكلمنا على العيد دلوقتي عايزين نتكلم انت بتحضر بقى لأيه بعد مسلسل ناجية عطالة يعني سواء في الغناء أو سواء في التمثيل مبدئيا يعني مش عارف استهوتني فكرة اني انا يعني اتدي ارجع لروابط العلاقات اللي حلوة جدا اللي بيني وبين كتير من الموسلين والمخرجين والسيناريست اللي موجودين في مصر هنا اللي انا ما بعدش نفسي يوما ما روحت طلبت من حد اني انا عايز امثل لانه انا حاسس انه لازم الفرصة تيجي بطريقة مناسبة حد شايف انه الشكل ده حينفع هنا حينفع هنا حينفع هنا بس رغم هذا الشيء انا بحاول قدر الامكان ارجع استجمع الدراسة اللي انا درستها خاصة برا كان في فرنسا ولا كان في سوريا ولبنان يعني بحاول ارجع اعمل كده شوي كده موضوع يقدر من خلاله الواحد يدخل بطريقة مش اقتحام على الوسط يعني او على التمثيل بالزاتين الغنى بحضر اغنية جيدة ان شاء الله بس لسه على الصيف لانه معايا كومبوزر دي حتبقى يعني مفاجئة لحن وتوزيع وتنفيذ داريل جون كيندي امريكي جون كيندي بنحضر دلوقتي حاجة غريبة شوي يعني حاجة ايه اللي ممكن احنا افتقدناه في الموسيقى ايه اللي ممكن صدعنا قبل كده في الموسيقى نحاول نتحاشاء ايه اللي ممكن انا ابدع فيه فعم نحاول ندرس الموضوع دراسة مش مجرد ان انا عايز اعمل اغنية عايزين نعمل اغنية بعيدة عن اي اه شيء ممكن يعني اي شيء ممكن يكون معروف قبل كده عايزين نعمل موسيقى استعمل سكة مختلفة عايزين ندعو الناس نخلي الناس تيجي معنا تحس بالكلمة اللي عن قولها علشان تبتدي تشتغل معنا مغير ما نقوله اشتغل لانو احنا على ما يبدو لازم يكون لنا مدخل فاحنا الشعب بتاعنا بيحب ايه بيحب ايه مش اللي بتفرضي اه ممكن تقولي الواحد شعب ماشي تقولي له نكتة وحشة جدا يضحك عشان يسيرك انا مش عايز حد يسيرني انا عايز ايه او يجاملني عايز حد يحس في ده علشان يبتدي يعمل معايا الحاجة اللي احنا لازم ننهض فيها ونكبروني حالي انفعت تسم معنا ولو جوز صغير من الاغنية دي اه اه اعايز اقولك انه لسه الاغنية ما تترجمتش اه لانه بتتكتب بالانجليش اه وما تترجمتش بالاضافة لانه فيه اغنية تانية هتبقى اغنية عالمية اه عبارة عن مجميع كتيرة جدا يعني من جميع عن حق العالم الصين والمغرب وتونس ومصر وسوريا ومطربين يعني كتير جدا هنعمل حاجة برضو غير تقليدية مش حاجة تدقل السلام ونطلع نقول الغاني اللي شفناها لا عايزين نعمل حاجة اللي يسمعها يعني يقوم بسرعة يروح يعمل حاجة هو كان نفس وعملها وما قدرش يعملها اغنية تشجع الناس اغنية مش معرفش اسمها ايه تشجع ومش تشجع اغنية تشجع طيب ايه كلاب اغنية تشجع اغنية تشجع اغنية تشجع اغنية تشجع انا قلبي كنت كنت بخاف علي شفتك معرفش جرالي إيه حبيت وخلاص وما حسبتهش ولا قلت ليه كان حلم دا ولا كان خيال لا ارتحت وانا بيرتحلي بال ريحني وقولي إزاي الباب أقدر عليك بعد أما ارتحت روحي ليك وعرفت طعم الدنيا بي مشيت خلاص وما قلت ليش أنا أعملي تنساني ليه بالله عليك وانا قلبي حياته روحه فيه إزاي هيجيني حبيبي نور لو مش لايش بجد برافي ندال صوتك حلو جدا زي مريم قالت صوت جبلي دافي جميل كلنا بنستمتع لما بنسمع صوتك ندال دلوقتي عايزة أسألك سؤال مهم جدا وهو الإنتاج في مجال الفن رأيك إيه في تراجع الإنتاج للغناء في الفترة الأخيرة؟ باختصار شديد هو ده اللي يجب يحصل لأنه دي مرحلة امتقالية على جميع الأصعيد منهم طبعا الفن اللي هو أنا بعده من أهم من أهم الأصعيدة الموجودة اللي هي بتعمل تأثير مباشر بينها وبين الجمهور المنتجين اللي كانوا يشتغلوا كان الفكر مقصور على الواقع اللي هم عايشين فيه دلوقتي يبتدى في بحث يبتدى حتى المنتج نفسه لقى أنه في مرحلة انتقالية أنا بنظري أنه يبتدى يتشجع بأنه يخرج برا إطال الواقع اللي هو عايش فيه علشان يعرف أكتر إزاي أنا أقدر أتعايش مع الواقع الكديد ده وإزاي أقدر أأثر فيه من غير ما السياسة والمش عارف إيه والحاجات دي تقمعني وإزاي لأنه نحن خلاص دلوقتي أيا كان السياسة الموجودة في وطننا العربي عموما لازم يكون دورها الوحيد إنها هي إطراعي طبعا أنا مش هقول إن أنا هاخد مجال ديمقراطي ومجال حرية واسع لأنه ما ينفعش ما فيش حرية مطلقة فيه حرية إن أنا أعبر عن ذاتي كإنسان باقي الظروف دي تتبع ناس تانين خالص إحنا ما نجدوا بيهم بس أنا بنظري إنه الإنتاج الوقفة دي هي وقفة لازم تكون موجودة يعني علشان أقدر دائما يعني حضرتك لما تمشي عايزة تعدي شارع لازم تقفي عشان الشارع يفضع عشان تلاقي الدنيا وتعدي بطريقة فإحنا دلوقتي في الوقفة قبل طبعا عيد فقراتنا كنت عايزةك تبص للكاميرا وتقول حاجة لأهل سوريا وتعيد عليهم أنا عايزة أقول إنه الموجهة صعبة جدا عايزة أقول لهم لهم نعم إحنا في العيد للمشيق تعايد لأحنا ربنا معهم ويا رب يعني ينهي الأزمة التي سوريا فيها على خير ناعم عايزة أسمع حاجة ميني يتعال ناعم ماشي طاية طب سمعنا اقول حاجة اقول حاجة لي انا ابكي يا طوب الدار علي صباح ماضي صاحبك مراح ادار وبقيت خلاص فادي بقى صورة في البرواز محطوطة في القودة اللي مداريها ازاز وعليها شرسودة اقفل يا دربابك مهو راح احبابك اقفل يا دربابك مهو راح احبابك مهو راح اقفل يا طوب الدار مهو راح اقفل يا طب نيدالتاي ممكن اسألك سؤال على سوريا وماتعيطش تين تتمنى ايه لسوريا بعد الاحداث اللي بتحصل في الوقت الحالي والله أتمنى من الشعب السوري كله ما يخدش أو ما ينخرطش في السياسة أو ينخرط في أنا بتمنى أن كل واحد يرجع يشتغل زي الأول يشيل الخوف من جوا أي أن كان من المخطئ فربنا حيحاسب المخطئ ده لأنه الله لأن الله لن يجب أحد يضيع حقه أو يضيع له أي شيء دون حساب ندال سلطان كل سلام وإنت طيب وإن شاء الله تحقق كل ما تتمنى وإنتوا طيبين يا رب وسعيد أني أنا جيت معك ومعليش أنا آسف لا دي مشار أي حد بجد مش عارف أواجه الناس لأن أحزان الناس أكبر بكتير من الواحد يوجههم ويقول لهم أي كلمة لا تعتذرش على مشاعرك الندال وكل سنة وإنت طيب الحمد لله وكل عام وأنتوا بألف خير يا رب والشعب العربي بخير والناس كلها بألف صحة وسلامة شكرا لك الندال بنشكرك على وجود أكمال النهار ومشاهدينا بكده تنخلص فقراتنا بس لسا نكمل لي معك بأفكارات نهارك سعيد موسيقى 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 موسيقى